قبل ما ابدأ الدرس ده ارشح ان انت تشوف الدرس الخاص بفور اللي هو في دورة البرمجة التأساسية للمبتدئين هتلاقيه على قناتنا الدرس رقم 26 ده في كل التفاصيل حوالين فور طبعا هو مشروح بالجافا سكريبت بس هتفهم الفكرة عموما بتاعت فور عاملة ازاي اما بالنسبة لبيثون فور هنا اسهل بكتير من اي لغة اخرى لانه بيعتمد فقط على الكلمة المفتحية فور وبعد كده بتدي متغير المتغير ده خاص فقط بعملية فور انا هديه مثلا حرف ال اوكي يعني اختصار للوب وبعد كده بتستخدم الكلمة المفتحية التانية بتاعة ان يعني الكلام ده يعني الفلي ان رينج رينج دي عبارة عن دالابلت ان موجودة فقط في موجودة في البيثون بتقدر تحدد يلف قد ايه يلف كم مرة فمسلا لو في حالة ان انا قلت له سبعة يعني في الحالة دي هقوله كرر الاوامر سبع مرات طب هي فين الاوامر دي هتكون موجودة جوه البلاك وطالما قلت لك بلاك معناه ان انا هدوس الكلون وهخش في اطار او في السكوب بتاع الفور خلاص بقى انت المفروض عرفت ان الموضوع عبارة عن ايه ان السطر ده طالما المؤشر ده جوه كده يعني معمول مسافة مسافة واحدة معناها ان انت جوه الفور لو انت لازق في اول السطر من غير مسافة معناها ان انت برا الفور فلما اقول لك جوه البلاك معناها ايه مسافة واحدة انت كده اصبحت جوه الفور معلش لو انا بعيد كتير لان دي هي الاختلاف في الساينتكس بين بايثون واللغات التانية اديني مثال هقولك مثلا تعال اطبع لي البرينت طب هتطبع لي ايه ال ليه بقى لان في كل لف الضوران اللي دي بتتغير برقم الضوران الجديد الحالي طيب نعمل سيف الترمينال انا نقلته بدل ما هو تحت خلته هنا على جنب عشان يبقى اسهل لك ران او ابتدى من صفر واحد اتنين تلاتة اربعة ووصل لحد ستة وقف هتقول لي بس ده انا هنا حاطت رقم سبعة هقولك ان هو بيبتدي من رقم صفر يعني الرنج لو انت عددت عدد الارقام اللي لفها هتلاقي فعلا هو لف سبعة لفات ولكن عشان بادي من الصفر في منتهى عند ستة ولكن كمان انت قادر ان انت تتحكم في نقطة البداية ونقطة النهاية يعني مثلا لو قلت له من واحد الى سبعة في الحالة دي على فكرة هو هيبتدي فعلا من واحد وهيقف عند ستة تمام فتعمل حسابك اهو هتلاقي فعلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ووقف عند ستة ليه لان هو اعتبر ان السبعة دي الحدود اللي هو ما يوصل لهاش فاعمل حسابك ده من ان انت تزيد رقم ده لو في حالة ان انت عملت نقطة بداية ونقطة نهاية فهتلاقيه دلوقتي فعلا ابتدى من واحد ووصل الى رقم سبعة الالة دي طبعا تقدر تعمل بيها اي حاجة زي ما انت عايز على سبيل المثال لو انا قلت له هعمل لي عملية حسابية ان اضع لي على اي رقم او ضف لي اجمع لي على اي رقم رقم عشرة ففي الحالة دي هتلاقي ان بي فعلا حداشر اتناشر تلاتاشر لان هو بيبتدي من واحد فواحد زائد عشرة بيساوي كام حداشر واثنين زائد عشرة كام بتساوي اتناشر وهكذا فهو فعلا طبع لك من واحد الى سبعة ولكن بيجمع الاي رقم العشرة فيه كمان امكانية جميلة جدا جدا وهو عدد المرات والقفزات يعني ايه الكلام ده يعني ممكن في كل لفة مثلا ما تخلهوش يعمل بس كده من واحد الى مثلا تمانية خلينا نقول مثلا من واحد الى تلاتين بس مش هيلف من واحد الى تلاتين بالضبط ده احنا هنخليه يقفز قفزات يعني هنزاود كمان كمى وهنحط مثلا رقم اتنين ففي الحالة دي في كل لفة بص النتيجة هتلاقي ان هو واحد وبعد كده بقت تلاتة الله طب ازاي تلاتة مفروض اتنين اه ما هو زاود بقى ايه اتنين يعني كأنه تجاه القفزة لان انا هنا قلت له اتنين فواحد اضاف عليها اتنين بقت كم بقت تلاتة والتلاتة اضاف عليها اتنين بقت كم بقت خمسة خمسة اضاف عليها اتنين سبعة وهكذا ازا في كل قفزة بيشوف الال فيها كام ويضف لك او يجمع لك عليها رقم اتنين فبالتالي هيتعرض هنا من واحد الى تسعة وعشرين ولو زودنا طبعا مش شرط رقم اتنين بس او تلاتة بس انت ممكن تحط اي رقم يجي في بالك فلو تلاتة مثلا هتلاقي واحد وثلاتة اربعة سبعة عشر وصولا الى تمانية وعشرين وبيتوقف لان لو تمانية وعشرين زائد تلاتة بتساوي كام واحد وثلاتين فمعنى ان هو واحد وثلاتين معنى ان هو عد الحدود فطبعا بتوقف عند هذا الحد الفور ده بنستخدمه في ايه بنستخدمه في حاجات كتيرة جدا يعني لو انت مبتدئ هنخش بعد شوية على الاري او المصفوفات وهي الليستة من القيم وانت ممكن تلف في الليستة دي وتعرضها او تغيرها او تعمل اي حاجة انت عايزها وكل ده بيتم من خلال فور برضو في اضافة هنا في بايثون مش موجودة في اغلبية اللغات وهو انك تقدر تستخدم إلس يعني ايه يعني في النهاية بعد كل الدقران ده يروح كده مديلك مثلا كده رسالة يقولك خلاص يا معلم خلصنا فهنقول مثلا print end loop لازم طبعا عمل save وعمل clear اهو تلاحظ ان في النهاية خالص بدل ما كان بيقف عند 28 لأ راح عمل لك end loop كمان خلي بالك ان الالس لما حطتها حطتها بره البلوك يعني مش جوه البلوك بتاع الفور لأ بره والكولم مهمة جدا هي نقطتين فوق بعض وبعد كده دخلت جوه البلوك بتاع الالس وكتبت بعد كل الدوران اللي هيحصل ايه الاكشن اللي يحصل ميزة زي دي بصراحة انا ما كنتش بشوفها في اغلبية اللغات لكن هنا بقت جميلة جدا انك مثلا بعد كل الدوران ما ينتهي لو انت مثلا بتخزن قيم بتفحص قيم ايا كان في تغيرات هتحصل ممكن تتشك ايه هي نتيجة الدوران دي هنا تحت else فبصراحة عبقرية جدا في لغة بايسون موسيقى